تواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 574 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات 382 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 23 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 301 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 18 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 299 قضية من بينها 122 قضايا من الخبز الناقص الوزن فضلا عن 106 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 9 قضايا بمضبوطات 122 طن ترجمة نانسي قنقر